في ضوء المؤشرات الخطيرة التي تتناولها التقارير والمؤتمرات الدولية بشأن حدوث أزمة مياه عالمية خلال السنوات القليلة المقبلة دابت دول الخليج على عقد المؤتمرات والندوات التي تسبر غور التحديات التي تواجه هذا القطاع بعض الحلول المقترحة تمحورت حول سبل رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بشأن كيفية التعامل مع هذه الثروة وعدم استنزافها عبثا أنهم يغيروا عاداتهم المرتبطة باستهلاك المياه يفكروا بطريقة أكثر عقلانية وأكثر حكمة عند استخدام المياه حاجات بسيطة ممكن أن يعملها زي تغيير عادة غسيلة عربية باستخدام خرطوم على سبيل المثال أو ترك صنبور الماء مفتوح أثناء غسيل الأسنان أو كل الشغلات دي كما شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما ملحوظا بقضايا المياه في المنطقة التي ضخت استثمارات كبيرة في صناعة المياه وشجعت الاستثمار فيها حجم الاستثمار بلغة الأرقام المحددة غاب عن مؤتمر المياه الذي عقد في دبي ولكنه قدر بالمليارات حجم الاستثمار مثلا بمليارات يقدر بمليارات سنويا على سبيل المثال بالمنطقة الخليج بسرعة عامة تلاقي استثمار فيها يعني عدة مليارات بإمكانكته سنويا تحديات كثيرة وخطيرة خاصة في منطقة تندر فيها موارد المياه العذبة السطحية والجوفية ويرتفع فيها الطلب على المياه فضلا عن ارتفاع معدلات النمو السكاني بصورة متزايدة فجاءت هذه المؤتمرات والندوات لتبحث عن حلول استباقية لما قد ينتج عن شح المياه من انعكاسات على مختلف جوانب النمو الاقتصادي والاجتماعي إبراهيم الأمير الرؤية الاقتصادية دبي ترجمة نانسي قنقر شكرا